السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقلنا طبعا نبات اليسمين البلدي تكلمنا عنه من حيث الوصف النباتي من حيث الأهمية الاقتصادية والطبية من حيث كمية المحصول كمية التقاوي طرق التقاصر عمليات الخدمة ايه هي مواصفات التصدير قلنا اليسمين البلدي الأهمية الاقتصادية والطبية انه هو افخم انواع العطور بيستخدم في صناعة كولينيات الأصنصات البخور الصابون مستحضرات التجميل وتكلمنا وقلنا ايه هي كمية التقاوي في اليسمين البلدي قلنا كمية التقاوي من 1000 الى 1400 كيلو من 1000 الى 1400 شتلة بعد كده تكلمنا عنه طرق التقاصر وقلنا طرق التقاصر انا بزرع بالعقلة السوقية وبزرع بالترقيد الهوائي وبعد كده قلنا ايه هي عمليات الخدمة قلناك الرائي الرائي ان انا بروي مرة كل اسبوع في الصيف وبروي مرة كل اسبوعين في الشتاء وقلت لازم ان انا اروي اليسمين وان انا احافظ ان انا معطاش نبات اليسمين لو تم تعطيش نبات اليسمين قلت في الحالة دي ان كمية الأزهر وكمية محصول وبعد كده قلنا التسميد ان انا لازم اسمد اليسمين سواء سماد عدوي او سماد سوبر فسفات ده بيكون قبل اعداد الارض للزراع او اثناء اعداد الارض للزراع قلنا لان هي بتكون بطيئة التحلل وبعد كده بضيف سلفات نشادر وبعد كده بضيف سلفات بوداسيوم وقلت بضيفها على كم دفع قلت بضيفها على اربع دفعات بعد كده قلت الجامعة بالنسبة للجامعة انا بجمع في شهر ابريل الى شهر ديسمبر يعني في الفترة دي كلها بس بيكون افضل معاد عندي اللي هو بيكون مايو ويونيو قلت عشان كمية الازهار بتكون كبيرة وبالتالي كمية الزيوت العطرية هتكون بنسبة كبيرة ولازم وانا بجمع ازهار اليسمين المتفتحة لازم اننا اجمعها قبل شروق الشمس اننا ما اجمعهاش في الدور لاننا لو جمعت اليسمين اثناء الزهيرة في الحالة دي هيحصل تبخر في الزيوت العطرية لان بتكون درجة الحرارة بتكون مرتفعة فهيحصل تبخر وبالتالي برضو قلة الزيت وقلت ايه هي الموصفات سواء عجينة اليسمين او سواء زيت اليسمين وقلت بالنسبة لعجينة اليسمين اننا لازم تكون العجينة متجنسة ان هي خالية من الرطوبة خالية من اي عناصر سقيلة او سامة وان هي بتكون نسبة الزيت العطري لازم يحتوي على 50% من الزيوت الطيورة قلت برضو موصفات زيت اليسمين لون بيكون عن بري قاتم الرائحة بتكون غريبة وسقيلة بيكون له القدرة ان هو المزج مع اي زيوت اساسية او القدرة على تثبيت اي زيوت اساسية برضو قلت نسبة الزيوت العطرية ليتقل عن 50% بعد كده تكلمنا عن العطرة قلت بالنسبة للعطرة ده بيكون نبات عوشبي معمر ان انا برضو بستخدمه في صناعة العطور في صناعة الصابون في صناعة مستحضرات التجميل وان انا برضو بستخدمه في الصناعات الغذائية كالحلوة بعد كده قلنا كمية التقاوي بالنسبة لليسمين انا بالنسبة للعطرة العطرة بيحتاج من 20 الى 25 الف عقلة ده بالنسبة لليسمين طبعا بيكون عندي معاد زراعة ان انا بزراعه في اكتوبر ونوفمبر بعد كده عندي بالنسبة للرايف اليسمين ان انا بروي كل اسبوع في الصيف وممكن في الشتاء بروي كل اتنين الى 3 اسبوع ده بيكون في الشتاء ونبات العطر بيقدر ان هو يتحمل العطش بعد كده عندي كمية المحصول في نبات العطر كمية المحصول بتكون من 25 الى 30 طن عشب بالنسبة عندي كمية الزيت بتكون قد ايه من 25 الى 30 كيلو جرام زيت طيقة بعد كده حنتكلم النهاردة عن النعناع طبعا بالنسبة للنعناع كلنا عارفين النعناع النعناع ده بيكون منه نوعين فيه نوع بيكون بلدي وفيه نوع بيكون فلفلي النوع البلدي العنق بتكون صغيرة بتكون اقصر من النوع الفلفلي طبعا الحافة فيه الفلفلي وبالنسبة للنعناع البلدي بيكون لونه اخضر فاتح بينما النعناع الفلفلي بيكون لونه اخضر غيمة تعالوا قبل ما نتعرف عن النعناع نسترجع كم سؤال من اللي اخدناه الحلقات السابقة قلنا يتم اقتلال شجيرات اليسمين عند الاصابة بنقاط عند الاصابة بالنماتودة اننا بضيف الاسمدة الكيموية لليسمين قلنا على كم دفع لما خدناه فيه نبات اليسمين على اربع دفعات بالنسبة عند الاوراق في اليسمين بتكون متقبلة متصلبة الازهار بيكون لونها ايه الازهار بيكون لونها ابيض يزرع نبات اليسمين قلنا نبات اليسمين انا بزرعه في مارس وابريل بالنسبة عندي فيه لو جالي اكمل العبارات الاتية دي بتكون اسئلة خاصة بنبات العطر ونبات اليسمين يتم استخلاص زيت العطر من العشب بطريقة نقط بطريقة التقطير بالبخار يعطي العطر ازهار لونها ايه العطر بيديني ازهار لونها وردي دي بتكون فيه الربيع وبتكون فيه الصيف يتقاصر اليسمين قلنا اليسمين بيتقاصر بالعقلة السوقية ويتقاصر بالترقيد الهوائي الارضي بالنسبة بقى هي عندي للعطر العطر ده بيتقاصر بالعقلة الترفية والعقلة الوسطية هنا انا بزرع العقلة السوقية امتى بزرعه في شهر مارس وابريل يسمد اليسمين بمعدل قد ايه 20 متر مقعب سمات بلدي ان انا بجدد مزرعة العطر لان ده سؤال مهم بيجي في الامتحان كل قد ايه كل سنتين الى 3 سنوات ان انا بروي اليسمين في الصيف كل اسبوع طبعا يتم اقتلع شجائرات اليسمين عند الاصابة بالنماتودة لو جالي في الامتحان في ضوء دراستك لنبات العطر تكلم عن كمية المحصول قلت لسه ايلها كمية المحصول 25 الى 30 طن عشب طازج ده بيكون للفدان كمية الزيت للعطر بتكون من 25 الى 30 كيلو جرام زيت عطرين ايه هي المواصفات الخاصة بتصدير زيت العطر اول حاجة ان يكون نظيفا زو رائحة طبيعية ولون طبيعي اه طبعا لما اجي اعبي زيت العطر بعبيه في زجاجات بتكون قاتمة اللون او بتكون غمقة اه قلت ليه حتى لاي تفاعل الضوء مع الزيوت الطيارة اه طبعا ان انا لما اجي اعبي الزيوت العطرية ان بتملأ العبوات على اخرها قلت حتى لا يحدث برضو تفاعلات في الخواص اه الكيميائية للزيوت العطرية اه طبعا ان هو يكون خالي تماما من الرطوبة اه بعد كده تجود ضع علامة صح وعلامة غلط دي اسئلة دي اسئلة اه بتجي في الامتحان تجود زراعة اليسمين في الاراضي السقيلة السوداء العبارة بتكون خاطئة اه يعطي العطر لون اه اه ازهار لونها وردي في الربيع والصيف طبعا الاجابة بتكون صحيحة اليسمين من النباتات الشجيرية المتسلقة طبعا الاجابة بتكون صحيحة اه تجود زراعة العطر في الاراضي الملحية والغطقة الاجابة بتكون خاطئة اه ده طبعا بيكون عندي حقول النعناع حقول مزروع بالنعناع بتكون بالشكل ده اه بالنسبة عندي النعناع لو جاي لانواع النعناع اه النعناع بلدي والنعناع الفلفلي اه بالنسبة للنعناع ان هو بيدبع العائلة الشفوية يبقى هنا في النعناع ان هو بيدبع العائلة الشفوية بالنسبة للوصف النباتي للنعناع بيكون نبات عوش بيه معمر يعني بيفضل موجود فيه الأرض إيه هو الوصف النباتي لنبات النعناع الأوراق بتكون أنا حاخد الوصف النباتي للنعناع البلدي وحاخد الوصف النباتي للنعناع الفلفلي أنا حتكلم دلوقتي عن الوصف النباتي للنعناع البلدي الأوراق بتكون جالسة وزيت عنق قصير متقبلة متعمدة رمحية أو بتكون بيضية زيت حافة مسننة طول الورقة بيكون من كام لكام من 3 إلى 5 سم عرضها بيكون من 1.5 إلى 2 سم لون الأوراق هنا بيكون لونها أخضر فاتح بالنسبة هنا للأظهار لون الأظهار بيكون لونها أزرق محمر الزيت الطيار بيحتوي على مركب الكارفون ده كمركب أساسي لأننا عندي هنا بالنسبة للنعناع البلدي بيحتوي على مركب الكارفون لكن بالنسبة للنعناع الفلفلي إنه هو بيحتوي على مركب المنسول أو المنطول ده كمركب أساسي لي بعد كده عندي النعناع الفلفلي بالنسبة للنعناع الفلفلي النباتات بتكون قوية عن النعناع البلدي بيصل ارتفاع النبات الى 60 سمتي او بيكون اكثر غزير التفرية الاوراق هنا في النعناع الفلفلي بتكون معنقة زي ما انا قلت العنق بيكون اطول من النعناع البلدي بيبلغ طولها من 1.5 الى 2.5 سمتي وعرضها من 2 الى 3 سمتي احنا قلنا في النعناع البلدي عشان تقدر تميز بين النعناع البلدي والنعناع الفلفلي قلنا النعناع البلدي لون الاوراق بيكون اخضر فاتح بينما النعناع الفلفلي بيكون اخضر داكن طبعا الحافة في النعناع البلدي والفلفلي بتكون زي حفة مسننة لكن في النعناع الفلفلي القمة بتكون مدببة السقان وأعناق الأوراق بتكون مشوبة يعني بيكون فيها بعض من اللون الأحمر الأزهار بتكون زرقاء اللون بتظهر فيه نورات بتكون طرفية الزيوت الطيارة هنا بيحتوي على زيت المنتول أو زيت المنسول كمركب أساسي يبقى النعناع الفلفلي قلنا الوصف النباتي النباتات بتكون قوية عن النعناع البلدي وبيكون غزير التفريع قلت لون الأوراق بيكون داكن أعناق الأوراق بيصل طولها من 1.5 إلى 2.5 سنتي عرضها من 2 إلى 3 سنتي الأزهار بتكون زرقاء اللون بتظهر فيه نورات بتكون طرفية الزيت الطيار بيحتوي على زيت المنتول كمركب أساسي دا بيكون شكل النعناع الفلفلي ودا بيكون شكل النعناع البلدي دا بتكون شكل الأزهار في النعناع بعد كده عندي الأهمية الاقتصادية والطبية للنعناع إيه هي الأهمية الاقتصادية والطبية؟ بالنسبة عندي هنا في النعناع إن أنا بستخدم إما الزيوت زيت النعناع أو بستخدم أوراق النعناع إيه هي الأهمية الاقتصادية لزيت النعناع؟ إن أنا بستخدمه كمنبه كمسكن معوي طارد للغازات كمطهر للمعدة والأمعاء كمخفف للمغص ممكن إن أنا بضيف زيت النعناع إلى أدوية الكحة بحيث إن أنا بكسبها طعم مقبول ممكن إن أنا برضو بضيف الزيت إلى معاجين الأسنان وإن أنا بستخدمها في صناعة الحلوة وبستخدم الزيت في صناعة أدوية التجميل وفي صناعة الروائح العطرية يبقى بالنسبة لزيت النعناع أنا بستخدمه في إيه؟ أنا بستخدمه كمنبه وكمسكن معوي وطارد للغازات ومطهر للمعدة والأمعاء ومخفف للمغص وإن أنا بضيف زيت النعناع إلى أدوية الكحة لإكسبها طعم مقبول وإن أنا بضيف الزيوت العطرية إلى معاجين الأسنان وإن أنا بستخدمها في صناعة الحلوة وبيدخل الزيت في صناعة أدوات التجميل والروائح العطرية بعد كده عندي إن أنا بستخدم الزيت في صناعة برضو الأدوية اللي هي بتكون خاصة بعلاج الزكام وإن أنا بستخدمها كديهان موضعي للجبهة لتخفيف الصداع بستخدم أوراق النعناع طبعاً الكلام اللي أنا تكلمت اللي تكلمت الكلام اللي فات إن أنا بتكلم عن زيت النعناع ممكن بستخدم الأوراق كنوع من التوابل لتحصين طعم المأكلات وإن أنا بضيفها للشاي وبستخدمها كمشروب في تهدئة الأعصاب إن هو بيفيد في علاقة فقان القلب والغسيان يبقى بالنسبة لأوراق النعناع أنا بستخدم أوراق النعناع في إيه؟ قلت بستخدمها كنوع من أنواع التوابل إن هي ممكن بتضيف للشاي أو بتستخدم كمشروب في تهدئة الأعصاب وإن هي مشروب النعناع بيفيد في علاقة فقان القلب والغسيان بعد كده طبعاً زي ما أنا قلت المواد الفعالة في النعناع البلدي والمواد الفعالة في النعناع الفلفلي قلت المركب اللي هو بيكون موجود أساسي اللي هو القرفون ده في النعناع البلدي لكن في النعناع الفلفلي اللي هو المنسول أو المنطول بعد كده المنسون خلات المنصايل يبقى دي بالنسبة للمواد الفعالة يبقى قلت المواد الفعالة في النعناع البلدي الزيت العطري اللي هو الكرفون النعناع الفلفلي اللي هو المنسول والمنسوس وخلات المنسايل بعد كده عندي التربة المناسبة بالنسبة للتربة المناسبة بيزرع النعناع فيه انواع مختلفة من الاراضي وتعتبر الاراضي الصفراء الطمية والاراضي الطنية الخفيفة دي بتكون انسب الاراضي لزراعة النعناع ممكن تجي لعل لانتاج محصول جيد يبقى هنا بيزرع النعناع في انواع مختلفة من الاراضي بس يفضل الاراضي الصفراء الطمية والاراضي الطنية الخفيفة جيدة الصرف وقلت السبب لانتاج محصول جيد بعد كده عندي معاد الزراعة بالنسبة معاد الزراعة اه ان انا هنا في النعناع بزرعه في عروتين اه في عروة بتكون شتوية وفي عروة بتكون صيفية يبقى لو جالي في الامتحان معاد زراعة النعناع يبقى بزرعه في عروتين عروة شتوية وعروة صيفية العروة الشتوية اللي هي في سبتمبر واكتوبر العروة الصيفية في شهر فبراير ومارس يبقى هنا انا بزرع النعناع في عروتين عروة شتوية في سبتمبر وأكتوبر وعروة صيفية في فبراير ومارس بالنسبة هنا أفضل عروة عندي بتكون إيه؟ أفضل عروة عندي بتكون العروة الشتوية يبقى لو جالي في الامتحان علل أفضل عروة في زراعة النعناع أفضل عروة العروة الشتوية لأن في المرحلة دي بيبتدي تكوين المجموع الجزري قبل الشتاء في الحال دي لما نيجي ندخل فيه الربيع يبتدي النباتات تديني محصول طبعا بتكون بكمية كبيرة وبرضو بيكون فيه تبكير في الحشة الأولى يبقى بالنسبة عندي علل تزرع أو تعتبر الزراعة في العروة الشتوية أفضل من العروة الصيفية قلنا لأن هي بتسمح بتكوين مجموع جزري مناسب قبل دخول الشتاء لأن فيه دخول الشتاء اللي بيحصل بيبتدي اللي طبعا النمو ده بيكون بسبب برودة الجو وعند دخول الربيع اللي بيحصل بيبتدي المجموع الجزري اللي سبق طبعا تكوينه بيبتدي على سرعة النمو وبيديني زيادة فيه المحصول وتبكير فيه الحشة الأولى يبقى ده بالنسبة لمعاد الزراعة عندي هنا طريقة التقاصر إزاي أنا بزرع النعناع بالنسبة عندي للنعناع أنا بزرعه بتقسيم السوق المدادة يبقى بزرعه بتقسيم السوق المدادة اللي هي عبارة عن الريزومات يبقى هنا لو جالي في الامتحان التقاصر فيه النعناع أنا بزرعه بإيه؟ أنا بزرعه بالسوق المدادة أو بزرعه بالريزومات بالنسبة هنا عندي النعناع طب أنا بعمل عملية تقسيم السوق المدادة إزاي؟ إن أنا بابتدي إن أنا أحش النباتات بعمل لها عملية حش على ارتفاع 10 سنتي بابتدي إن أنا أحش النباتات على ارتفاع 10 سنتي فيه جزء بيكون متبقي اللي هي عبارة عن السوق المدادة السوق المدادة أنا باخد السوق المدادة أبتدي إن أنا بعمل لها عملية تقسيم وبقول عليها عقل جزرية بيكون حوالي طولها 10 سنتي وبيكون موجود فيها جزء من النمو الخضري بيكون جزء صغير يبقى بالنسبة هنا عندي التقاصر في النعناع يبقى بزرعه بتقسيم السوق المدادة او بزرعه بالريزومات قلت بزرعه بالريزومات ازاي قلت ببتدي ان انا بعمل حش للنباتات على ارتفاع 10 سنتي يتبقى السوق المدادة ببتدي ان انا بعمل لها تقسيم ببتدي ان انا قسمها وبقول عليها عقل جزرية بيكون طولها 10 سنتي وبسيب مع العقل اللي هي بتكون موجودة دي جزء صغير من النمو الخضري تعالوا نشوف شكل هنا بيكون شكل هنا الجزور زي ما حضراتكم كده شايفين ده بيكون نبات النعناع بيكون موجود بالتربة بتاعته ده بيكون الجزور اللي بتكون موجودة دي بتكون الجزور واللي بتكون موجودة دي بتكون موجودة عبارة عن الريزومات اللي هي بتكون متكونة او السوق المدادة اللي ببتدي ان انا قسم النباتات وابتدي ان انا ازرعه وممكن بعمل النبات ايه ممكن ان انا بزرع النبات عن طريق العقلة الطرفية ان انا باخد جزء من طرف النعناع بسيب ورقتين تلاتة وبسيب على الفارع حوالي تلات براعم وبعد كده بزرع النبات ده بالنسبة عندي السوق المدادة بتكون بالشكل ده او بتكون الريزومات لكن ده بيكون شكل الجزور اللي هي بتكون موجودة تحت سطح التربة ده بيكون نتيجة طبعا هنا بيكون فيه تقسيم للي هي بتكون عبارة عن السوق المدادة او الريزومات حصل فيها تقسيم هنا بيكون الشكل اهي محتوي على الجزور عشان كده انا بقول عليه عقل جزرية بعد كده عندي كمية التقاوي كمية التقاوي هنا في النعناع بتكون قد ايه بتكون من خمسة وعشرين الى تلاتين الف شتلة بالنسبة دي بتنتج من ايه بتنتج من قراط من الزراعات القديمة طالما انا حزرع لو انا حزرع النعناع يفضل اننا لما اجي قسم الريزومات اننا ازرعها في نفس اليوم يعني ازرعها في الارض المستديمة في نفس اليوم يبقى لو انا عملت عملية تقسيم للسوق المدادة او الريزومات عملت لها عملية تقسيم يبقى ببتدي ان انا ازرعها في الارض المستديمة في نفس اليوم ده بالنسبة لكمية التقاوي بقولنا كمية التقاوي من 25 إلى 30 ألف شتلة قلت معاد الزراعة إن أنا بزرع في عروتين سواء عروة صيفية أو سواء عروة شتوية قلت العروة الشتوية بتكون في سبتمبر وأكتوبر والعروة الصيفية بتكون في شهر فبراير ومارس قلت أفضل عروة عندي اللي هي العروة الشتوية قلت ليل إن هي بتسمح بتكوين الجزور قبل دخول الشتة لأن في حالة الشتة بيبتدي النمو يقل نتيجة البرودة بمجرد ييجي الربيع يبتدي النبات يتكون أو يبتدي في النمو وتزيد كمية المعصول وبالتالي إن أنا حبكر التبكير في الحشة الأولى اللي أنا حقودها من النعنى بعد كده هنتكلم عن طريقة الزراعة بالنسبة عندي طريقة الزراعة أنا بعمل إيه في النعنى إن أنا ببتدي إن أنا بعمل عملية حرس للأرض وبعد كده بشيل طبعا الحشائش أو بوقايا النباتات اللي هي بتكون سابقة بضيف السماد العضوي القديم طبعا بيكون تام التحلل بمعدل 20 متر مقعب و200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسوم ده بيكون أثناء الخدمة زي ما احنا قلنا لإن هو بيكون بطيء التحلل فأنا بضيفه أثناء إعداد الأرض للزراعة أو قبل الزراعة وبعد كده بعمل عملية تسوية للأرض بأول حاجة إن أنا بعمل عملية حرس إن أنا بعمل عملية إزالة لبقايا النباتات القديمة وبعمل عملية إزالة للحشائش وبعد كده بسوي التربة بسوي الأرض وبعمل عملية تخطيط للأرض بمعدل 10 إلى 12 خط في القصبتين وبيتم مسح الخطوط وبعد كده برويها وبزرع الشتلات في وجود الماء في التلت العلوي من الخط ده بيكون على عمق كم سنتي على عمق خمس سنتي وبتكون المسافة بين الشتلات 25 سنتي بين الشتلات يبقى حنقول تاني طريقة الزراع لإنه ممكن يجيلي في الامتحان تكلم عن نبات النعناع من حيث طريقة الزراع يبقى إنه يتم حرس الأرض إن أنا بشيل بقايا أي نباتات بشيل بعمل عملية إزالة للحشائش وبعد كده بضيف الأسمدة العضوية قلت بمعدل 20 متر مكعب سمات بلدي بضيف 200 كيلو جرام سوبر فوسفات الكالسيوم قلت بضيفها أثناء إعداد الأرض للزراعة وبعد كده بعمل عملية تسوية للأرض وبخطط بمعدل من 10 إلى 12 خط في القصبتين وبعد كده ببتدي إن أنا بعمل عملية مسح للخطوط وأبتدي إن أنا أروي الخطوط وبزرع النبات فيه التلت العلوي من الخط المسافة بين النبات والنبات بيكون 25 سنتي وبزرع النبات على عمق 5 سنتي ده بالنسبة لطريقة الزراعة بعد كده حنتكلم عن عمليات الخدمة بعد الزراعة بالنسبة عندي عمليات الخدمة بعد الزراعة النعناع بيكون من النباتات اللي هي بتكون محبة للماء لو تفتكروا إنه إن إحنا لما تكلمنا عن العوامل الأرضية وقلنا العوامل الأرضية الرأي وقسمنا النباتات حسب الإحتاجات قلنا فيه الإحتاجات المائية قلت فيه نباتات مائية فيه نباتات نصف مائية بيعتبر إن نعناع نبات نصف مائي إنه هو بيحتاج إلى كمية كبيرة من المياه بعد كده يبقى قلنا إن النعناع من النباتات اللي هي محبة للمياه بس يروع عدم تعطيش نبات النعناع لإن في الحالة دي لو أنا عطشت نبات النعناع يبقى زي ما أنا قلت قبل كده فيه اليسمين إن أنا ما عطش ليه لإن هو بيحصل نقص فيه المحصول وبالتالي نقص فيه الزيت العطري بالنسبة كبيرة يبقى بالنسبة عندي الراي قلت النعناع من النباتات اللي هي محبة للمياه يروع عدم تعطيش نبات النعناع حتى لا يؤدي إلى نقص المحصول ونقص الزيت العطري بالنسبة كبيرة بالنسبة للنعناع إنه هو بيحتاج إلى عشرين ريا خلال السنة وعلل يتم الراي بعد الحشة مباشرة يعني أنا دلوقتي بعد ما بعمل عملية حش لنبات النعناع لابد من إن أنا أروي على طول للمساعدة على سرعة النمو وعدم جفاف الجزء القاعدي من السوق بعد الحش يبقى هنا علل يتم الراي بعد الحش مباشرة يعني بعد ما أخذ كل حشة أبتدي إن أنا أروي مباشرة قلت للمساعدة على سرعة النمو وحتى لا يؤدي إلى جفاف الأوراق بعد كده عندي مقاومة الحشائش بالنسبة عندي مقاومة الحشائش إن أنا بعد عملية الزراعة بعشرين يوم إن أنا بعمل عملية عزيق بحيث إن أنا بعمل عملية مقاومة للحشائش وممكن إن أنا بعمل عملية الإزالة للحشائش باليد طبعاً دي بتعتبر من العمليات المهمة طبعاً لإن هنا الحشائش في بعض الحشائش بتحتوي على زيوت ومركبات طيارة ورائحة بتاعتها بتكون غير مقبولة في الحالة دي ممكن بتخلط مع الزيوت العطرية أثناء التقطير فبيؤدي إلى رداءة الصفات الطبيعية والكيميائية للزيت الناتج هنا لو أنا تم حش الحشائش مع النعناع وجففتها برضو بيؤدي إلى رداءة مجروش الأوراق يبقى هنا في مقاومة الحشائش إن أنا بعمل عملية العزيق بحيث إن أنا بعمل عملية مقاومة للحشائش قلت بقاوم الحشائش كل كم يوم بعمل عملية إزالة الحشائش باليد دي بتكون كل عشرين يوم قلت إيه السبب إن أنا بعمل عملية مقاومة للحشائش إن في بعض الحشائش بتحتوي على زيوت طيارة وممكن في الحالة دي إن أنا أجمعها مع النعناع وأبتدي إن أنا أستخرج أو أبعمل عملية استخلاص للزيوت العطرية في الحالة دي طبعا رائحة الحشائش طبعا لإن هي بتحتوي على زيوت طيارة بتكون غير مقبولة في الحالة دي حتؤدي إلى رداءة الزيت العطري أو ممكن إن أنا لو في حشائش وأنا عملت عملية تكفيف للأوراق لو أنا عملت مجروش الأوراق يعني إيه مجروش الأوراق عملت طحن الأوراق في الحالة دي إيه اللي حيحصل هيقدي إلى رداءة المحصول ده بالنسبة طبعا عندي هنا الحشائش مقاومة الحشائش بتكون مهمة جدا وبرضو السبب برضو في إن أنا بعمل عملية مقاومة أو إزالة الحشائش إن هي ما تشاركش النبات في الغزاء وممكن بتكون عائل للآفات والأمراض بعد كده عندي التسميد طبعا التسميد من العمليات المهمة بعد الزراعة إن أنا بضيف اللي أنا هقوله دلوقتي ده بضيفه أثناء إعداد الأرض للزراعة أو قبل الزراعة إن أنا بضيف السماد العضوي بمعدل 20 متر مكعب وبضيف سماد صوفر فوسفات الجير بمعدل 200 كيلو جرام للفدان أثناء إعداد الأرض للزراعة في حالة الزراعة الحيوية إن أنا بضيف 2 متر مكعب من رماد الفرن أو بضيف الفوسفات الخام لإن أنا في حالة الزراعة العضوية إن أنا بمنع إضافة أي سماد كيماوي فأنا بضيف أسميدة بتكون عضوية وقلنا الأسميدة العضوية اللي هي بتكون مخلفات المزرعة مخلفات الحيوانات قلنا مخلفات المزرعة اللي هي عبارة عن الكمبوس إن أنا بعمل تدوير للمخلفات وبستخدم الكمبوس كأسميدة عضوية وممكن إن أنا بستخدم التصميد الأخضر إن أنا بزرع النباتات البقولية أو بزرع برضو من ضمن النباتات البقولية البرسيم الحجازي إن أنا بعمل له عملية حارس في التربة لزيادة خصوبة التربة بعد كده بيحتاج طبعا فدان النعناع إلى 400 كيلو جرام سلفات ناشادر و200 كيلو جرام سوبر فسفات الجير و100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم ده بيكون في السنة الأولى وبتضاف على دفعات حسب عدد الحشات اللي أنا هاخدها أو على حسب الغرض للحصول يعني أنا بستخدم النعناع هل للحصول على زي الطيار أو للحصول على الأوراق الجافة أو على مجروش الأوراق يبقى حنقول التسميت التاني إن أنا بضيف 20 متر مكعب سماد بلدي أو سماد عضوي إن أنا بضيف صور فسفات الجير بمعدل 200 كيلو جرام للفدان ده قلنا قبل الزراع وقلنا قبل الزراع ليه؟ لأن هي بتكون بطيئة التحلل وبعد كده في حالة الزراع الحيوية إن أنا بضيف 2 متر مكعب من رماد الفرن أو بضيف الفسفات الخام قلنا بيحتاج فدان النعناع إلى 400 كيلو جرام سلفات نشادر لأن أنا طبعا هنا أنا ضيفت كمية كبيرة من سلفات النشادر لأن هنا النشادر بيحتوي على عنصر النيتروجين وأن النيتروجين بيكون مهم في النباتات الوراقية اللي هي بتديني اللي أنا بستخدم أوراقها 200 كيلو جرام سوبر فسفات الجير و100 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم دي بتكون فيه السنة الأولى على دفعات حسب الحشات المأخوزة سواء قلت سواء إن أنا باخد على حسب الزيت الطيار أو إن أنا باخد إن أنا الغرض من زراعة النعناع الأوراق الجافة أو مجروش الأوراق بعد كده عندي النتجة والحصاد بالنسبة عندي النتجة والحصاد ده بيتوقف قلنا على حسب الحصاد وعدد الحشات المأخوزة من النباتات على حسب الغرض أنا باخد إيه هل أنا زرع النعناع للحصول على الزيت الطيار ولا للحصول على أوراق جافة ولا الحصول على مجروش الأوراق يبقى أول حاجة حنتكلم عنها الزراعة بغرض الحصول على الزيت الطيار بالنسبة عندي هنا إن أنا توحش النباتات كم مرة إن أنا بعمل لها عملية حش ثلاث مرات بحشها في شهر كم وكام بحشها في شهر مايو وفي أواخر يوليو إلى أواخر أغسطس وفي شهر أكتوبر يبقى هنا بالنسبة الغرض على الزيت الطيار إن أنا باخد كم حشة؟ إن أنا باخد ثلاث مرات الحشة الأولى بتكون في شهر مايو الحشة الثانية بتكون في أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس الحشة الثالثة بتكون في أكتوبر هنا بيقول لي علل يجب عدم التأخير في عملية الحش لو حصل تأخير في عملية الحش اللي حيحصل هيؤدي إلى قلة المحصول بسبب طبعا جفاف وتساقط الأوراق السفلية وتعرض النباتات إلى الإصابة بدودة ورق القطن والعنكبوت الأحمر يبقى بالنسبة الزراع بقرض الحصول على الزيت الطيار إن أنا بعمل عملية حش كم مرة؟ قلنا تلات مرات قلنا المرة الأولى دي بتكون في شهر مايو الثانية بتكون في أواخر يوليو إلى أواخر أغسطس الحشة الثالثة دي بتكون في شهر أكتوبر ويرعد عدم التأخير في عملية الحش بعد كده هناخد دي بتكون طريقة الحش إن أنا بعمل حشة على ارتفاع هنا بيكون حوالي ارتفاع خمسة سنتي من سطح التربة دي بتكون بواسطة تمناجل بتستخدم لحش النباتات بعد كده عندي الزراعة بغرض الحصول على الأوراق الجافة بالنسبة عندي هنا إن أنا بعمل عملية حش للنباتات من ثلاثة إلى أربع مرات في السنة وممكن تصل لكم حشة ممكن تصل لست حشات في السنوات اللي بعديها اللي هي السنوات التالية بيبدأ عملية الحش في شهر كام في أوائل مايو اللي هو شهر خمسة وبعد كده أبتدي إن أنا بين كل حشة والتانية بتكون من ثلاثين إلى أربعين يوم هنا إن أنا زي ما قلت إن أنا بعمل عملية الحش على ارتفاع خمسة سنتي من سطح التربة وإن أنا بستخدم مناجل حدة بحيث إن أنا بيتم بها حش نبات النعناع بيتم ذلك طبعا بعض تطاير الندى لإن أنا لو جمعت النعناع وقت الندى اللي هيحصل ممكن يؤدي إلى تعفن الأوراق وممكن يؤدي إلى تغير لونها من اللون الأخضر إلى اللون البني يبقى هنا أنا بجمع أوراق النعناع بعد تطاير الندى مع مراعاة طبعا الراي إن أنا بعد ما أخذ عملية الحش إن أنا أروي بعديها يبقى بالناسبة للزراعة بغرض الحصول على الأوراق الجافة يبقى هنا تحش النباتات كم مرة؟ من ثلاثة إلى أربع مرات وممكن في السنوات اللي بعديها بتصل إلى ست مرات قلت أنسب معاد هنا ده بيكون في شهر مايو يبقى أنا ببتدي في شهر مايو وبعد شهر مايو بحسب بعديها بعد معاد كل حشة من ثلاثين إلى أربعين يوم يعني حوالي شهر ولازم بعد كل حشة إن أنا أروي النباتات علشان مايحصلش جفاف للأوراق السفلية بعد كده عندي التكفيف بالنسبة عندي التكفيف إن أنا بعمل عملية تكفيف في مناشر أو طبعا إلي بيحصل في عملية التكفيف إن أنا ببتدي إن أنا أستبعد الحشائش وهنا بقى إن أنا لو أنا بقطف أو بعمل عملية تكفيف إذا كان الغرض منها لحصول على أوراق سليمة مجففة أنا بعمل إيه؟ إن أنا بضعها في طبقات رقيقة بمعدل حوالي واحد ونص وبعد كده بضعها في الشمس يعني أنا بجيب نبات النعناع وبحط نبات النعناع في طبقات بتكون رقيقة طبعا ما ينفعش إن أنا أحطه في طبقات سميكة لإنه ممكن يحصل إن النبات اللي بيكون موجود بين الطبقات ممكن يحصل تعفن أو تغير لون الأوراق فلازم تكون الطبقات رقيقة وبعد كده بحطه في الشمس لمدة من 3 إلى 4 ساعات وبعد كده باخده إن أنا أحطه في أماكن بتكون مظللة أو مناشر بتكون مظللة بعيدا عن الشمس بحط المدة من 5 إلى 6 أيام وبعد كده مع التقليب علشان طبعا بعمل عملية التكفيف في الحالة دي عشان يبتدي نبات النعناع بيفقد المية الموجودة فيه أو بيفقد الرطوبة ويحصل له عملية تكفيف يبقى بالنسبة هنا يبقى بضع في طبقات رقيقة وضعها في الشمس لمدة من 3 إلى 4 ساعات وبعد كده بستكمل عملية التكفيف في الظل قلت حتى تمام الجفيف حتى تحتفظ طبعا الأوراق باللون الأخضر هنا أن أنا بعمل طبعا عملية تقليب مستمر علشان أضمن أن كل النباتات ابتدت أن هي حصل لها عملية تكفيف وأن ما فيش بعض النباتات ممكن يحصل لها تعفن أو ممكن يحصل لها تكتل وبعد كده ممكن بعمل عملية لو في حشائش ببتدي أن أنا أستبعد الحشائش لو في أوراق لونها أسود في أوراق لونها أصفر ببتدي أن أنا أستبعدها بعمل لها عملية استبعد ده بالنسبة لو أنا عايزة أجف في الأوراق اللي هي السليمة بالنسبة لأوراق السليمة بعد كده بجيب اللي هو كرتون وبحط بحيث أن هو يكون سميق وبحط فيه اللي هي الأوراق ليه يكون سميق علشان طبعا يقدر أن هو يتحمل النقل والتخزين يبقى هنا يتم التقليب عدة مرات ويتم استبعاد الحشائش والأوراق المصابة والسوداء والصفراء والمصابة بالحشرات وتستغرق من خمسة إلى ستة أيام وتعبأ الأوراق الجافة في صناديق من الكرتون وقلنا لابد أن تكون سميقة ليه حتى لا تنكسر طبعا لأن أنا حط الأوراق الجافة السليمة حتى لا تنكسر الأوراق أثناء عملية التداول وعملية التخزين يبقى ببتدي أن أنا أقلبها وبشيل أي حشائش منها وبضعها في صناديق من الكرتون بتكون ذاتة جدر سميقة جالي علل ليه حتى لا تنكسر الأوراق أثناء عملية التداول أو عملية النقل والتخزين بعد كده الغرض منها لو الغرض من التكفيف الحصول على مجروش الأوراق في الحالة دي أنا بعمل إيه طبعا بعمل عملية الحش وبضعها في مناشر طبعا بتكون مزللة وبتم عملية التقليب طبعا بتكون زي الأوراق السليمة زي الأوراق الجافة السليمة إن أنا بسيبها لمدة من خمسة إلى ستة أيام لو في أوراق مصابة بشيلها في أوراق في أوراق صفرة بشيلها أوراق سودة بشيلها حشائش بشيلها وبعد كده طبعا أنا عايزة مجروش أوراق يعني أنا عايزة نعناع بحيث إن هو يكون مطخون بابتدي إن أنا بجيب عصا وأبتدي إن أنا يدق على النباتات بحيث إن أنا أفصل الأوراق من الأفرع وبعد كده بيبتدي بعمل لها عملية غربلة وبس تبعد طبعا الشوائب والسقان اللي هي بتكون موجودة وبالتالي إن أنا حقدر إن أنا أحصل على مجروش الأوراق يبقى نقول تاني الغرض لو الغرض من الحصول على مجروش الأوراق يبقى بعد عملية الحش قلت بضعها فيه مناشر وبعد كده ببتدي إن أنا أعمل لها عملية تقليف مستمر قلت عملية التكفيف دي بتستمر من خمسة إلى ستة أيام وبعد كده بوسطة عصا أبتدي إن أنا أدق عليها بحيث إن أنا أفصل الأوراق عن السقان وبعد كده ببتدي إن أنا بعمل عملية غربلة علشان أتخلص من السقان وأي شوائب بتكون موجودة وبالتالي إن أنا حقدر أحصل على مجروش الأوراق بعد كده عندي كمية المحصول بالنسبة عندي كمية المحصول إنه بيعطي الفدان حوالي قد إيه بيعطي حوالي 30 إلى 40 طن من العشب الأخضر الطازي وبيعطي من نص إلى 1 طن من الأوراق الجافة السليمة يبقى إحنا قلنا في أوراق أنا بعملها بجففها بس بتكون سليمة ما بعمل لهاش عملية طحم قلت بضعها في صناديق من الكارتون بعد كده عندي كمية التقاوي بالنسبة لمجروش الأوراق بيكون من 1.4 إلى 1.5 طن طب هنا كمية الزيت العطري بتكون قد إيه كمية الزيت العطرية في النعناع بتكون من 20 إلى 30 كيلو جرام زيت عطري يبقى بالنسبة عندي كمية المحصول بيعطي الفدان قد إيه من كمية المحصول بيعطي من 30 إلى 40 طن من العشب الأخضر الطازي بيعطي قد إيه من الأوراق الجافة السليمة من نص إلى 1 طن تبقى إيه من مجروش الأوراق من 1.4 إلى 1.5 طن كمية هنا الزيت العطرية بتكون من 20 إلى 30 كيلو جرام زيت عطري بعد كده إيه المواصفات الخاصة بالتصدير بالنسبة إيه المواصفات الخاصة بتصدير النعناع أول حاجة أن يكون الصنف موحد يعني إيه أن يكون الصنف موحد طبعا أنا عندي فيه أصناف فيه صنف النعناع البلدي وفيه صنف النعناع الفلفلي فلازم يكون صنف واحد سواء صنف نعناع فلفلي أو صنف نعناع بلدي طبعا بيكون الرائحة طبيعية خالي من أي حشرات حية خالي من التعفن والتكتل لأن إحنا قلنا لو لو ممكن الأوراق إن أنا جمعتها وقت تطاير الندم في الحالة دي ممكن إيه اللي يحصل الأوراق ممكن يحصل لها تعفن فأنا بعمل عملية التكفيف بحيث إن هي تفقد نسبة من الرطوبة بعد كده ألا يزيد معدل السقون عن خمسة في المية من وزن الأوراق يعني أنا مضعش سقون بكمية كبيرة وعلى أساس إن هي أوراق يبقى لازم الوزن يكون ما يزيدش عن خمسة في المية ألا تزيد نسبة الرطوبة عن عشرة في المية ألا تقل نسبة الزيت عن واحد في المية في النعناع البلدي وفي النعناع الفلفلي عن نصف في المية يبقى بالنسبة إيه هي المواصفات الخاصة بالتصدير يبقى قلنا أن يكون الصنف موحد زو رائحة طبيعية خالي من الحشرات الحية أن يكون نظيفا خالي من التعفن والتقدل ألا تزيد معدل السقون عن خمسة في المية من وزن الأوراق ألا تزيد نسبة الرطوبة عن عشرة في المية ألا تقل نسبة الزيت عن واحد في المية للنعناع البلدي وعن نصف للنعناع الفلفلي ده بيكون شكل زيت النعناع بالنسبة بقى إيه هي الأمراض والآفات اللي بتصيب نبات النعناع عندي دودة ورق الأطن بالنسبة لدودة ورق الأطن دي بتصيب طبعا نبات النعناع أنا بقومها بإيه؟ بتقوم بمجرد ظهورها بالرش بالمبيدات الحيوية علشان ما درش نبات النعناع يبقى بالنسبة للأمراض والآفات دودة ورق الأطن بتقوم بمجرد ظهورها بالرش بأحد المبيدات الحيوية بعد كده عندي العنكبوت الأحمر بالنسبة عندي العنكبوت الأحمر إن أنا بقومه بمجرد ظهوره بالكبريت بعد كده ده بيكون شكل مرض الصدق في النعناع هنا برش طبعا الكبريت الماكروني أو التعفير بالكبريت في الصباح الباكر زي ما حضراتكم كده شايفين بيكون على شكل صدق يبقى بالنسبة هنا للصدق يبقى بيرش بالكبريت الماكروني أو التعفير بالكبريت الزراعي في الصباح الباكر بعد كده عندي البياض الدقيقي بالنسبة للبياض الدقيقي بتظهر بقعة بتكون بيضاء اللون على سطح الأوراق وبتنتشر على جميع أجزاء النباتات خاصة مع زيادة درجة الحرارة والرطوبة النسبية وبعد كده اللي بيحصل للأوراق تبتدي أنها تصفر وتتبل وتموت أنا بقومها بيرش الماكروني يبقى بالنسبة عندي البياض الدقيقي ده بيكون على هائة بقع بتكون لونها أبيض بتنتشر على جميع أجزاء النبات وبيؤدي طبعا خاصة البياض الدقيقي ده بينتشر في حالة لو زادت الحرارة أو زادت الرطوبة النسبية اللي بيحصل للأوراق تبتدي أنها تصفر وتتبل وبعد كده يحصل موت النبات ده بيكون شكل البياض الدقيقي زي ما حضراركم كده شايفين بتكون عبارة عن بقع بيضاء بتكون موجودة على النبات بعد كده عندي النماتودة بالنسبة للنماتودة النماتودة دي بتصيب النعناع جزء النعناع الجزر اللي بيحصل أنه هو بيزهر على هيئة عقد بتكون موجودة على المجموع الجزري طبعا ده يعني ممكن يحصل إيه للنبات ده بيؤثر على النمو الخضري وبالتالي طبعا هيؤثر على كمية المحصور يبقى بالنسبة للنماتودة إن هي بتكون عبارة عن عقد بتكون موجودة على المجموع الجزري دي طبعا بتضعف بيحصل ضعف للمجموع الجزري ده طبعا بيقوم إن أنا ببتدي إن أنا أتبع دورة زراعية ده بيكون شكل النماتودة هي بتكون عبارة عن عقد هي بتكون موجودة على الجزور هناخد بقى تذكر إحنا كده تكلمنا عن النعناع تكلمنا عن الوصفة النباتي قلت أنواع النعناع عندي فيه نعناع بلدي فيه نعناع فلفلي بعد كده تكلمنا عن الأهمية الاقتصادية والطبية للنعناع وبعد كده تكلمت عن كمية التقاوي تكلمت عن طرق التقاصر إزاي أنا بزرع النعناع قلت بزرع النعناع بتقسيم السوق المدادة أو الريزومات وقلت إزاي أنا بزرع نبات النعناع وبعد كده تكلمنا عن طريقة الزراعة وتكلمنا عن إيه هي المعاملات أو العمليات اللي بعملها بعد عملية الزراعة سواء راية سواء تسميد سواء عزيق اللي هو عبارة عن مقاومة الحشائش وبعد كده تكلمنا عن عملية التكفيف إزاي أنا بعمل عملية تكفيف للنباتات طبعا زي ما أنا قلت إن أنا سواء إيه الغرض منها لو أنا عايزة زيد طيار بعمل كم حشة قلت 3 حشات لو أنا عايزة الغرض منها الحصول على أوراق سواء جفة سليمة أو اللي هو مجروش الأوراق قلت بيبقى حوالي 3 إلى 4 حشات وممكن بتصل في السنوات اللي بعد كده بتصل إلى 6 حشات بعد كده قلنا إيه هي مواصفات التصدير الخاصة بنبات النعناع وقلنا إيه هي الأمراض اللي بتصيب نبات النعناع حن نبتدي إن إحنا بقى نسترجع نقول كم سؤال كده ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي تكلم عن محصول النعناع من حيث أول حاجة من حيث معاد الزراعة من حيث كمية التقاوي من حيث طرق التقاصر زي ما أنا قلت بالنسبة عندي النعناع إن أنا بزرعه فيه عروتين فيه عروة شتوية وفيه عروة صيفية العروة الشتوية قلت بزرع في شهر كم وكام قلت بزرع في شهر سبتمبر وأكتوبر طب العروة الصيفية بزرع في شهر كم وكام بزرع في شهر فبراير ومارس يبقى طريقة الأسئلة حتجلنا كده للنباتات الطبية والعطرية يبقى تكلم عن محصول النعناع من حيث معاد الزراعة يبقى طالما قال لي معاد الزراعة يبقى حقول له عروتين عروة شتوية وعروة صيفية عروة شتوية قلت في شهر سبتمبر وأكتوبر عروة صيفية في شهر فبراير ومارس بعد كده عندي كمية التقاوي كمية التقاوي في النعناع بتكون قد إيه بتكون من 25 إلى 30 ألف شتلة بعد كده عندي طرق التقاصر قلنا طرق التقاصر أنا بزرع النعناع بتقسيم السوق المدادة اللي هي عبارة عن الريزومات بعد كده لو جالي بقى أكمل العبارات الآتية نبات النعناع الفلفلي من نباتات النهار نقط يبقى من نباتات النهار الطويل لو تفتكروا إن احنا أخدناها في العوامل المناخية اللي هو عبارة عن تأثير شدة الإضاءة تأثير فترة مدة الإضاءة وقلت فيه نباتات طويلة النهار وفيه نباتات قصيرة النهار وقلنا النعناع الفلفلي من النباتات طويلة النهار من أنواع النعناع طبعا قلت نعناع بلدي ونعناع فلفلي يتم تكفيف النعناع فيه مناشر مظللة قلت إن أنا بجففه في الشمس لمدة من ثلاثة إلى أربع ساعات وبعد كده بيبتدي طبعا التكفيف فيه مناشر بتكون مظللة ده بيكون لمدة من خمسة إلى ست أيام قلة الرأي إلا حيحصل لو حصل قلة رأي فيه النعناع ده بيؤدي إلى نقص في المجموع القدري وبالتالي نقص في الزيت بنسبة كبيرة من المواصفات الخاصة بتصدير النعناع أن يكون الصنف موحد زو رائحة طبيعية يكون خالي من التعفن اللي تزيد نسبة الرطوبة عن 10% دي بالنسبة يبقى في حلقتنا النهاردة احنا كده تكلمنا عن النعناع وعرفنا ايه هو ايه هي الأهمية الاقتصادية ايه هو الوصف النباتي ايه هو أنواع النعناع ايه هي مواصفات الخاصة بالتصدير ايه هي العمليات الخدمة سواء رأي تسميت ده مقاومة حشائش سواء جمعة وحصاد ده سواء تكفيف وبكده تكون انتهت حلقتنا واتمنى لكم النجاح والتوفيق وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته